اشتركوا في القناة 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 أنت دائما متأخر يعني أنت دائما متأخر ما بيجيش بدل ولا مرة وفين هنا مكان always مكان وبعد are بعد الverb to be دي حاجة مهمة جدا جدا نخد بالك منها يعني الadverbs of frequency بتيجي بعد مين بعد الverb to be بعد الام والإز والار نجي لتاني حاجة عندنا وهي usually معناها عادة معناها عادة نسبتها أقل من مين نسبتها أقل من إيه من always نسبتها دي نسبتها 90% 90% أقل من always ماشي طب الأكزامبل بتاعها we usually go to the cinema on Sunday we usually go to the cinema on Sunday بص هنا على كلمة usually في المكانها بعد الsubject بعد we طب ليه ما فيش هنا الverb to be فلو فيه verb to be بعد الverb to be بعد الام والإز والار ما فيش verb to be في السنتنس بعد we بعد I بعد الsubject وقبل الverb معناها السنتنس هنا عادة بنروح للسينما إمتى on Sunday يوم الأحد عادة نيقى بعد كده لأفن أفن نسبتها دي 70% 70% معناها غالبا نسبتها أقل من usually 50% يوميه بشكل يوميه بشكل 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 نعمل بشكل بشكل وقبل البر يوميه بشكل نعمل بعد كده لكلمة sometimes sometimes معناها أحيانا نسبتها 50% 50% دي sometimes حاجة بعملها بنسبة ايه 50% We sometimes order pizza for dinner We sometimes order pizza for dinner احيانا بنطلب pizza للعشاء sometimes مكانها بعد we وقبل الverb order ده مكان sometimes بعد كده عندي hardly ever or rarely نادرا بالكاد الحاجة بتتعمل نسبتها 10% يعني نسبة وليلة بس حاجة بعملها مش كتير بس بعملها وفينا ال example she hardly ever smiles or she rarely smiles يعني بالكاد بتتبتسم نادرا بتتبتسم hardly ever بعد she وقبل smiles نيجي الاخر حاجة وهي كلمة never never نسبتها ادي 0% حاجة ما بعملهاش ابدا معناها ابدا never نسبتهم نسبتهم عليهم كده عارفنا ان مكان ال adverb so frequency وحاجة مهمة جدا جدا بعد ال verb to be بعد ال am والis والare يعني السنتنس عندك لو فيها am is are بعد ال am is are خلاص ولكن لو ما فيش am is are في السنتنس مكانهم فين بعد ال subject بعد الفاعل وقبل ال verb زي ما شفنا في ال examples اللي اخدناها دلوقتي بعد كده نيجي لل negative في ال present symbol طبعا اذا ما قلنا قبل كده ان احنا بنعمل negative باستخدام don't or doesn't باستخدام don't او doesn't طب عايزة استخدم adverbs وfrequency في ال a في ال negative هنا هستخدمهم فين بعد don't or doesn't ده ما كانها في السنتنس بعد don't or doesn't example we don't often go to school late we don't often go to school late we don't often often بعد don't he doesn't always agree with me he doesn't always agree with me بعد he doesn't خدلك من الحاجة مهمة جدا جدا ان ال adverbs of frequency ما بتلغيش ال s مع he she it زي ما احنا عرفين الفورم بتاع present symbol ان انا مع ال subject he she it وياد s لل verb خدلك من الحاجة مهمة جدا جدا كمان عندك sentence نيجاتي فيها don't or doesn't انا هنا ما قدرش هستخدم لا hardly ever ولا never ليه لاني never و hardly ever لهم معنى نافي يعني كلمة never ابدا او كلمة hardly ever بالكاد ما لها معناها نافي فلما اجا استخدمها في السنتنس السنتنس هنا معناها نافي بدون استخدام don't or doesn't لازم تاخد بالك من النقطة دي كويس جدا جدا ان انا ما ينفعش استخدم never او hardly ever مع don't or doesn't he is never late he is never late معنى الجملة هنا ايه انه ما بيتأخرش ابدا they hardly ever go to the library they hardly ever go to the library يعني هما بالكاد بيروحوا المكتبة hardly ever هنا معناها نافي ايه نعم نسبتها وليه لا جدا جدا ولكن بتاخد معنى لايه معنى النافي بعد كده للسؤال وانا ممكن استخدم adverbs of frequency في السؤال اكيد فين مكانهم بعد subject بعد subject هابدأ السؤال بايه بكلمة do بكلمة does بعد do or does في subject في subject ازاي الكلام ده do they often go to the library do they often do they often often هنا مكانها بعد they ده مكانها او is he always late is he always late is he always هنا سألت بإز الverb to be جاءت always بعد he بعد subject ده مكانها في question عندي حاجة كمان اسمها expressions of frequency expressions of frequency تعبيرات التكرار لغير ظروف التكرار تعبيرات زي ايه once a day once a day مرة في اليوم twice a week مرتين في الأسبوع three times a day three times a day ثلاث مرات في اليوم every day كل يوم دي كلها ايه دي كلها expressions of frequency تعبيرات للتكرار مكانها فين ها at the end of the sentence في نهاية الجملة الحاجة دي كلها مكانها في نهاية في نهاية الجملة خلاص طبعا ممكن مش شرط ان انا اقول once a day ممكن اقول لك once a week once a month once a year يعني كلمة once a بعدها ايه بعدها day بعدها month بعدها year براحتك على حسب السنتنس اللي قدامك طب ناخد example I brush my teeth three times a day I brush my teeth three times a day I see her every day I see her every day بشوفها كل يوم دي كده the expressions of frequency اخر حاجة how often كم مرة وهنا دي نقطة مهمة جدا ان انا لما اجسأل به how often لما اسألك بقول لك كم مرة بتعمل الحاجة دي اكيد ردك يكون be always be usually be sometimes be never be once a day بكلمة every day ده الرد بتاعك يعني لما تتسيقل السؤال how often the adverbs of frequency ده رد للسؤال ده the expressions of frequency رد للسؤال ده خلاص طب شكل the question بhow often عامل ازاي ابدأ الاول بhow often طبعا ده بيجي مع مين مع present symbol هحط مين do or does بعدها often how often do or does plus subject plus verb in infinitive form في ال infinitive خلاص ناخد مثال اقول لك how often do you go to the club how often do you go to the club الانسر بتاعتك هتقول لي i never go to the club i never i always go to the club i go to the club twice a week دي كلها answers لكلمة how often او السؤال بhow often يارب تكون الحلقة عجبتنا وان شاء الله استنونا في حلقات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 何ح Erin نحن لو لها نحن لو انه 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 لا Lars ترجمة نانسي قنقر